إذن لمتابعة آخر تطورات المشهد في فلسطين معنا عبر الهاتف من أسطنبول أكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني دكتور مامون أبو عامر وكذلك من أمستر دام عبر الهاتف أيضا المتحدث باسم حملة مواجهة قانون قومي الإسرائيلية ماهر حجازي مرحبا بكم أبدأ منك دكتور مامون أبو عامر إذن في اليوم الثالث والخمسين بعد المئة من عدوان الاحتلال معنا إذن جهز أستاذ ماهر حجازي حياكم الله مرحبا بكم في اليوم الثالث والخمسين أستاذ ماهر بعد المئة من عدوان الاحتلال على غزة تستمر آلة الحرب الصهيونية في ارتكاب جرائمها ضد المدنين كيف تصفون استمرار هذه الجرائم على الرغم من حكم محكمة العدل الدولية وقراراتها حتى الآن نعم بداية تحية لك والأستاذ المشاهدين حقيقة هذا الاحتلال الإسرائيلي لم يعرأي اهتمام بما تضر من قرار لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي بتخديم أو باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين للأسف القرار لم يكن ملزما لهذا الاحتلال الإسرائيلي ويدعو بشكل مباشر إلى وقف هذا العدوان وبالتالي الاحتلال يواصل عدوانه ضد شعبنا الفلسطيني ويرتكب المجازر وجرائم إيبادة بحق شعبنا في مشهد تصاعد يعني الإجرام يتصاعد نصل إلى مرحلة يستخدم فيها الاحتلال الإسرائيلي سلاح التجويع لقتل أبناء شعبنا لحرمان شعبنا وخاصة الأصفال واللساء وكبار السنوى والمرضى من الدواء والعلاج وبالتالي اليوم بدأنا نتحدث وفق الإحصائيات الصادر عن وزارة الصحة داخل القطاع غزة نتحدث عن عدد من الشهداء خاصة من الأصفال جراء نقص الرعاية الصحية ونقص الغذاء وعصابة بالجفاف وبالتالي اليوم الوضع الإنساني متأزم داخل القطاع غزة الحال الإنسانية أكثر يعني تتفاقم شيئاً فشيئاً هذا الإحصائي الإسرائيلي استخدم كل أنواع السلاح لقتل أبناء شعبنا لتدمير البنية التحتية للاستهداف المشاكل فيه المراكز الصبية وقتل كافة أشكال الحياة داخل قطاع غزة وبالتالي يواصل هذا الإحصائي الجراب ورغم أنه هناك مواقف دولية وتطالب بوقف هذا العدوان على شعبنا داخل قطاع غزة وتطالب الإحصائي الإسرائيلي بالسماح بإدخال المتعدات والأسف يعني الإحصائي الإسرائيلي يرتكب يومياً المجازر من خلال قصف المساعدات الغذائية وقصف المدنيين خلال ما حاولت من أصول على لقمة العيش يقوم هذا الإحصائي الإسرائيلي بقصف المساعدات وبإضاف إطلاق النار وعلى أدر ذلك يستشهر لعديد من أبناء شعبنا خلال ما حاولتهم فقط البحث عن الغذاء وبالتالي الأزمة الإنسانية تتفاقم داخل قطاع غزة رغم الضغوط الدولية ونحن نخصر مشاهر رضا مبارك وبالتالي هذا سيزيد من الأزمة الإنسانية الخاذقة بفعل هذا الإجرام الإسرائيلي وحقيقة المشاهد التي نتابعها من قطاع غزة حجم الضغوط الكبير الذي يقوم بالإحصائي الإسرائيل يستعد بشكل واضح تدمير المباني والمراكز السكنية داخل قطاع غزة وبالتالي هو يمارس سياف العقاب الجماعي لحق شعبنا داخل قطاع غزة نعم دكتور مامون أبو عامر الجاهز معنا دكتور مامون أبو عامر حياكم الله دكتور مامون مناطق شمال غزة حتى الآن تعاني كما تعلمون نقصا شديدا في المواد الغدائية والطبية الضرورية الأخرى في ظل نفاذ هذا المخزون من الأسواق وحتى استهداف شاحنات المساعدات ولكن طرحت فكرة هي حديث عن ممر بحري بديل عن الممر البري ما رأيكم بهذا الطرح؟ هذا الطرح بداية نفحت لك والمجرد الكريم وشهدية الكرام حقيقة هذا الطرح كله تهرب من المسؤولية للقيام بمهمة الضفة على الاحتلال لإجبار على ممرات الطبيعية التي تعودت عليه ولديها سهلة كلها خرار وتم تدخل الشاحنة لكن الدالة الحديثة عن ممر بحري إذا الممر بحري سيحتاج إلى أشهر أو أسابيع هذا طبعا إشارة واضحة لأنه مماطلة الهدف منها هي استمرار الوضع المهمل في قطاع غزة حاليا بهدف استمرار عملية الضغط المستمر على حركة حماس والتفاوضات الجارية حاليا وهي مفاوضات تجري تحت اطلاق النار وضفت إنها في أول مرة في التاريخ كانت تجري مفاوضات تحت النار والحصار وهي عودة إلى حروب ما قبل التاريخ وهذا طبعا مؤشر واضح إن الاحتلال لا ورفائه الذين يقترحون هذه الاختراحات كلهم معطلون ولا يريدون أن يقوموا بواجبهم الأخلاقي لإجبار الاحتلال والضبط على الاحتلال في قيام بواجبه الإنسان حسب اتفاقية جينيف الرابع والاتفاقية المعدلة عام 74 كل ذلك واضح تماما أن العملية هي مكر وخبض وليس لها علاقة بتقديم خدمات المواطنية طريقة خدمات سهلة جدا وأمور بسيطة جدا إما أن يسمحوا من معبر من رفح إذا كان هناك يعاقى من الجنب الإسرائيلي بسبب لا يريد أن يزعج المتظاهرين الإسرائيليين يمكن أن يدخل المعبر في مصر ويقوم من أجهزة الرقابة والتفتيش تراقب في المعبر المصري أجهزة دولية هو ممكن أن يكون هناك داخل المعبر الفلسطيني كل ذلك يمكن ترتيب هذا الأمر لكنهم لا يريد أن يرفع الحصار ولا يريد أن تنتهي الأزمة الحقيقية في قطاع غزة حتى تنتهي المهمة السياسية وهي جبار حماس على توقيع اتفاق كما يريدون من هنا أيضا سيد مهر بات مفوما وواضحا أن حرب التجويع هذه التي تمارسها سلطات الاحتلال على أبناء غزة وبقية المدن الهدف منها إضعاف الحاضنة الشعبية وإفقاد المقاومة حاضنة الشعبية إلى أي مدى تحققت هذه الغاية أو هذا الهدف على حساب طبعا أرواح المدنيين الفلسطينيين هذه السياسة الإسرائيلية العدوانية هي من اليوم الأول في هذا العدوان الذي شنه الاحتلال إسرائيل على قطاع غزة هو يمارس سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني واليوم منع المساعدات عن هنا سوعمائة ألف فلسطيني موجودون في محافظتي الشمال ومحافظة غزة أيضا هم يمارس سياسة التجوية لأن هؤلاء رفضوا أن يتجاوبوا مع دعوات الإسرائيلية للتهجير القصري وبالتالي أفشلوا مشروع التهجير القصري وبالتالي من هذا المرض هو أيضا الاحتيار الإسرائيلي يوم يعاقب هؤلاء من خلال القصف أولا وتدمير المنازل وأيضا من ثم من منع المساعدات وحتى أن يوصلوا إلى المساعدات يقوم بقصف المساعدات وبإطلاق النار على المواطنين المدنيين العزل حتى يعني يسقطهم شهداء ويعني ضحايا وبالتالي ويمارس هذه السياسة في محاولة أيضا للضغط على المقاومة السلسطينية لتقديم تنازلات فيما يتعلق بصدق الثباث الأسرع أو المفاوضات في صدق الثباث الأسرع وهو أيضا يحاول هذا الأسلوب الإسرائيلي يستخدمه منذ نسبة 48 في محاولة لمحاربة الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن نفسه ومحاولة أيضا إسرائيلية في إطار ضرب الحاضر الشعبية للمقامة الفلسطينية لأن الحاضر الشعبي هي شيء مهم واستراتيجي في دعم المقامة الفلسطينية وبالتالي هذا الأسلوب الإسرائيلي يحاول من خلال سياسة القطر والقتل والتدمير وعليهم الحصار والتجوير إلى الضرب هذه الحاضر الشعبية ولكن حتى هذه اللحظة لم يصف الإحترال إسرائيلي يعني وطق التقديرات وطق ما نتابع ونشاهد وما يخرج بالرسائل أنه ابناء شعب داخل قطاع غزة يعني رغم القصف والتدمير والقتل والتشريب والتهجير إلا أن شعبنا الفلسطيني حتى هذه اللحظة ويقدم تصحيات جتيمة وكبيرة في هذا العدوان الإسرائيلي لكن نوضع أن شعبنا الفلسطيني لا إذن يؤمن بخيار المقاومة الفلسطينية كسبين لدحر هذا العدوان وصد هذا العدوان وبالتالي هو ضمن إطاع حتى القانون الدولي يعني يستخدم حقه في الدفاع عن نفسه يعني قطاع غزة أرض محتلة وفق القانون الدولي تريح حق الشعب الفلسطيني والأي شعب في العالم يخضع لإحتلال وصد قانون الدولي أن يقاوم هذا الإحتلال إسرائيلي بكل الوسائل والطرق المشروع بالتالي هذا الإحتلال إسرائيلي إذن هو فلع بفعل يحاول استهداف الحاضرة الشعبية للمقاومة الفلسطينية لكن حتى هذه اللحظة لم يستطع بالدليل أن هؤلاء الموجودون في مراطع شمال كفا غزة 200 ألف فلسطيني في محافظة شمال وجود غزة يعني رغم كل هذا الإجرام وحرب الإبادة لا يزالون متواجدون ويرفضون سياسة تحتاج إلى القصر التي يتبع لإحتلال إسرائيلي إذن دكتور مامون أبو عامر بالحديث عن المحادثات أو المفاوضات التي أجريت في القاهرة على الرغم من حديث حماس عن مرونة ربما أبدتها في أثناء مقترحات الوسطى ولكن هذه المفاوضات ومفاوضة القاهرة يبدو أنها انتهت من دون أحراز أي تقدم ما الذي برأيك أخفق أو منع عقد هدن قبيل شهر رمضان المبارك؟ أعتقد أن المفاوضات يعني لا يمكن حديث أن انتهت المفاوضات الحديث أن المفاوضات لا زالت جالية لكنها متعثرة بسبب الاشترافات الإسرائيلية التي لا أساس لها في كل أي اعتبار من الاعتبارات المفاوضات هي مدعسرة بسبب أن نتنياه أصلاً هو لا يريد أن يصل إلى حل هو يريد أن يفرض رؤيته ووجهة نظره في هذا المجال ويريد من خلال هذه المفاوضات أن يحق انتصاراً على المقاومة غير مستحق وبالتالي وبالتالي هناك يعني شعور مزهواً في حجم الدمار الذي يفرضه على خطاع غزة والقتل والتدمير والحصار الذي يفرضه على خطاع غزة كأنه يحق إنجازاً عملياً في هذا الأمر مدعوماً طبعاً بالدول الغربية وخاصة بولئة المتحدة الأمريكية وبالتالي هو يريد أن بكل هذا التحالف يريد أن يفرض على حركة حماس في قطاع غزة 360 كيلومتر مربع عدد سكان 2 مليون و3 من 10 30 أو 50 ألف مقاتل أمام نصف مليون مقاتل جيش في الدفاع الإسرائيلي وحلف الأطلسي من خلفه تقف حاملات الطائرات في الخلف ويريد من هذه بخلال هذه المعادلات أن يفرض إرادته لكن الشعب الفلسطيني صامد رغم كل الحصار والألم والمعاناة والمقاومة لم تسلم ولم تفع الرأيات وبالتالي ستبقى لعملية التفاوض المتعاكرة ما لم يتراجع الاحتلال عن هذا النهج الذي يحاول فرضه في هذه المقاوضة كما ذكر إذن سيد مار كما ذكر دكتور مامون هناك من يقول أيضا أن نتنياهو هو الذي يحاول عرقلة أي مسار لهذا الاتفاق أو تلك المفاوضات وإنهاء هذه الأزمة ما الذي يسعى إليه إذن نتنياهو في هذا المجال من الواضح أنه منذ الساعات الأولى لهذا العدمان على شعبنا داخل قطاع غزة وحتى في الصفقة الأولى التي وقعت وستمرت في بضي السبب أيام صفقة التواد الأصل وواضح أنه بن يميني أنه غير معني بإنهاء هذا الملف وملف المختلفين يشكل عبء ثقيل سياسيا وأمنيا وعلى بن يميني هو لا يريد يعني لا يتعامل بالنبالح بجدية أو يعير اهتمام لملف المختلفين وهذا أبدا نعكس على علاقته مع عائلات الأسرى الإسرائيليين داخل قطاع غزة هو لا يقابل عائلات الأسرى وكان هناك إلغاء الكثير من الاجتماعات التي كانت مقررة بين بن يمين نتنياهو وعائلات الأسرى الإسرائيليين وبالتاني هو معني بإصالة أمد هذا الحرب لأنه نهاية هذا الحرب يعني نهاية المشوار السياسي لبن يمين نتنياهو في المشهد الإسرائيلي وأيضا خضوعه للمحاكمة بسبب التهم الموجهة له وأيضا يعني الآن يتحدث في الإعلام الإسرائيلي أنه بن يمين نتنياهو يتحمل المسؤولية عن الأخطاق الذي حدث في السابع من الأكتوبر وهناك لجانة يعني الشابات والأمن داعي للتحقيق يشهي لجانة للتحقيق في أسباب الأخطاق الذي حدث في السابع من الأكتوبر وبالتالي بن يمين نتنياهو هو يتحمل جزء من هذه المسؤولية لما حدث في السابع من الأكتوبر وبالتالي هو غير معني حقيقة بإنهاء هذا العدوان على شعبنا للتلسطيني وبالتالي هو يريد يطالب أمد هذه الحرب حتى ربما يحصول على ضمانات عدم محاسبته فيما بعد أو عدم تحميل المسؤوليات يعني ما حدث في السابع من الأكتوبر ربما يريد مثلا بن يمين نتنياهو الحصول على مثل هذه الضمانات حتى يعني يقدم أي تنازل في إطار وقف هذا العدوان حتى يضمن أن لا تكون هناك له محاكمة سياسية أو لا تكون هناك له يعني تحميل المسؤولية فيما يتعلق بإخطاء سرم الأكتوبر وبالتالي أتقد بن يمين نتنياهو هو أكثر شخصية في الداخل كان إسرائيلي كعيسي فكوما غير معني بإنهاء هذا العدوان وإنهاء العدوان على الأشياء بإنهاء القطاع غزة وبالفعل يعني اليوم هو الذي يعني هذا التعنص والفشل فيما يتعلق أو يعني تعصر كما تحدث الدكتور تعصر موضوع المفاوضات هو نتيجة إلى هذا يعني دور بن يمين نتنياهو هو حظم حتى أنه لا يستمع إلى يعني المطالب الأمريكية فيما يتعلق وهنا نسمع أن نتوجه للحكومة يعني الإضارة الأمريكية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة سواء أسأل ما يتحدثون عنه أنه ميناء بحث إدخال المساعدات أو إلقاء المساعدات للجو واضح بن يمين نتنياهو يعني لا يتجاوب مع دعوات الأمريكية فيما يتعلق بموضوع إدخال المساعدات واضح أنه هناك أطراف عديدة يعني جميع أطراف ستحاول بعد أن نتنياهو أن يكون هناك يعني وقت أطلاق الماضي قبل شهر رمضان أظن دكتور مامون من ضمن محاولات لحل حلة هذه الأزمة أو نزع فتيرها المندوبة الأمريكية دائمة في مجلس الأمن قدمت تعليلا لمشروع قرار لهدنة لستة أسابيع هل ترى أن هناك تغييرا في الموقف الأمريكي الموقف الأمريكي شكلا لن تغير لكنه عمليا لن تغير هذا هذا الصور حقيقة لا يمكن الحديث أن المنطف الأمريكي في تغيرات حقيقية لأن المنطف الأمريكي لم يتوقف عن ملسال شحنات السلاح وهذا جاهدنا تقرير واشنطن وصلا لقد حدث عن ملسال شحنة الأسلحة بدون أن تمر على الكونجرس بأوامر رئاسية ثانيا أن الإدارة الأمريكية التي ترسل هذا السلاح لا تستطيع لم تبادل بالضغط على الاهتنال لأن يصبح بالشحنات مقابلها شحنات السلاح شحنات الطعام للجاعين في فطار غزل وبالتالي مدام هذه المعادلة القائمة قضية شحنات السلاح والتدمير والقتل وأدوات القتل والتدمير لشعبنا هي التي تنقل والحماية منجلس الأمن وكل هذه التصليحات التي نسمحها آخرها كان حديث بايدن ورئيس الأمريكي بايدن ومسؤول علاقات الجداء الأمن القومي ووزير خارجي أن الكرة في ملعب حماس والإسرائيلي أنفسهم يقول أن العقدة عن نتنياهو بايدن يدافع عن نتنياهو عن موقف نتنياهو أكثر من الإسرائيليين الذين يتهمونه بأنه يعرق المتوضة هذا يعني فبالتالي لا يمكن حديث عن موقف أمريكي تغير موقف أمريكي ثابت لم يتغير تغير شكلا إذا الأمريكية تريد أن تحسن شكل المعركة بحيث تستطيع أن يكون هناك سهولة في الدفاع عنها بدلا أن تكون محرجة وبالتالي هذا الجو الموجود حتى الآن لا نشعر أن هناك جهداً أمريكياً حقيقياً يمكن حديث فيه أن هناك مساعة أمريكية حقيقية كل ما نسمعه هناك غضب هناك استياء رفض هناك هناك لكن على الأرض لا ننمس شيئاً وبالتالي يمكن حديث أن هذا غضب هذا الرسائل للغضب ورسائل الاستياء نعم إذن نعم نعم في سؤال أخير إذن لأستاذ ماهر كيف ترى أيضاً في السؤال النفسي كيف ترى هذه الموقف الدولي هل هناك تغيير في الموقف الأمريكي حتى وزير خارجية الصيني اليوم صرح بأنه لا يوجد أي مسوق لقتل المدنيين الفلسطينيين ويجب اتخذ موقف تجاه ذلك نعم واضح اليوم في إطار المواقف الدولية هناك موقف دولي متقدم اليوم يرصب العدوان على شعبنا ويدعو الأوقف على العدوان الإسرائيلي لأنه اليوم جرام إبادة التي يتكو الإسرائيلي فاقت كل التصورات وبالتالي المواقف الدولية اليوم تطالب بوقف هذا العدوان وأيضا تطالب إدخال المساعدات إلى داخل الكفار غزة وإنهاء الحفار وإنهاء حتى اليوم ما تعلق في موضوع الحفار وموضوع استخدام الاحتلال الإسرائيلي لسلاح التجويع هناك مواقف دولية متقدمة في هذا الإطار تدعو إلى إدخال المساعدات وأنه تصفح من المواقف الدولية الدائمة للقبيل الفلسطينية وصفت ما يقوم بالإحتلال الإسرائيلي من تجويع وتخدام السلاح والغذاء ومنع الدواء كسلاح في هذا الحظ هو جريمة إبادة ومن ثالي موقف الدول يتغير في إطار أنه اليوم هو المضلو يتوقف على هذا العدوان على شعبنا حاصة مع قرب شهر رمضان وبالثالي نتمنى لهذا العدوان أن يقف أن يتوقف وجرار إبادة البشرية أن تتوقف أن اليوم شعبنا يعيش أزمة إنسانية حقيقية كبيرة تتدهور شيئا وتنزاد وخاصة يوم إسرائيل عندما نستخدم التجويع كالسلاح ليحارب شعبنا داخل كفاغ إذن سمار حجازي من أمستردام متحدث باسم حملة مواجهة قانون قومي الإسرائيلية شكرا جزيلا لك كذلك أشكر ضيفي من إسطنبول عبر اسكايب الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور مامون أبو عامر